بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نكمل بعض الملاحظات الخرفيفة وبعدها نخش كيف تستلم حدادة المياد والسملات وبقى كده خلصنا كل المياد والسملات طيب انا قلت لكم قبل كده من الافضل ان احنا ما نعملش خرصان عادية او اواعد عادية اسفل السملات ليه؟ عشان ما تعمليش رد فعل من الطربة من الطربة للسملات فتولد عندي عزم علوي تمام؟ بقى من الافضل ان انا اعمل السملات من غير اواعد عادية طيب بيقولك بقى اذا زاد طول السملة عن 5 سنت طول السملة زادة عن 5 سنت ازاي؟ طول السملة ده من وش الاعدة المسلحة الوش الاعدة المسلحة من اول هنا كده لحد هنا كده لان المسافة دي زادت ااسف عن 5 متر طول السملة زادة عن 5 متر يبقى في الحالة دي ممكن السملة يحصل ليه ترخيم يحصل له deflection فبقويه بايه؟ بقويه ان انا بعمل اسفل منه قعد عادية صغيرة اسمها مخدة مخدة عادية بعملها اسفل السملة بتبقى مثلا سبعين في سبعين مش اكتر يعني عشان ترفع السملة هنا كده ترفع السملة ما يحصل لهش بقى لان انا اصلا مش عامل اواعد مش عامل خلصانة عادية اسفل السملة ففي حالة السملة لو زاد طوله عن 5 متر بعمل الاعدة العادية الصغيرة دي ملاحظة هامة الشيء الموجود في وسط الميدة يسمى مخدة يستخدم اذا زاد طول الميدة عن 5 متر لتقليل طوله من الخلصانة العادية بي سي فوتي تمام؟ اهيا بش مهندسين طيب تعالين شوف صورة تانية بقى دي ايه دي؟ دي مخدة بس من الخلصانة المسلحة يعني قعدة عادية خالص اهايه قعدة عادية اهايه وفوقيها قعدة مسلحة من حديد خلصانة وحديد بعملها في منتصف السملة هنا طبعا مفيش عمود فمن الطبيعي انك يبقى فيه قعدة تخش المشروع بتاعك تلاقي السملة طويل طوله مثلا 8 متر وتخش تلاقي فيه قعدة في النص وتقول الله القعدة دي مش طلع لها قشاير فيه غلطة كبيرة هنا لان دي مش قعدة دي مخدة مسلحة معمولة عشان تقلل طول السملة تقسمه نص نص 4 متر اهايه ونص 4 متر اهايه تستخدم في حالة لو السملة زاد عن 8 متر طول السملة اللي هو من اول هناكت لحد هناكت زاد عن 8 متر فبتقسمه بقعدة مسلحة عادية بس طبعا ما يبقاش طلع لها قشاير تمام لما يكون عندي فرق مناسيب اهو طبعا بعمل السملة ده كده اهو بربط القعدة دي العمود ده بالعمود ده بس في الحالة دي السملة بيبقى ضعيف جدا فبضطر ان احول الحتة دي الحتة دي بحولها لشيروقل حائط قصة وتسلحها بيبقى مختلف تماما عن تسليح السملة او تسليح الاعمة زي ما نشوف مع بعضنا قدام في تسليح الاعمة او تسليح الشيروق بيبقى برا عن حديد رأسي اهو وبرندات افقية هنشوفها مع بعضين بقى من الافضل ان دي تبقى شيروقل تمام اقصر جسقة يعني اه دي تفصيل التخفيض مستوى بقى الاسنسير عن مستوى التشتيب عشان فيه تركيبات ميكانيكية وحاجات ومواطر بتتحط تمام يتم تنفيذ قعدة المصعد اللي هو الاسنسير اولا بحيث يكون ظهر الاعدة المسلحة او طميم منسوب التشتيب للدور الارضي او البدروم بمتر اربعين على الاقل يبقى لازم وش الاعدة المسلحة اهو يكون البر ده يكون مسافة على الاقل متر اربعين من وش التشتيب ليه عشان البر الاسنسير لما ينزل هنا وفي حاجات ميكانيكية بتركب هنا احنا مش عارف هنا يبقى في الحالة دي تعمل ايه تروح تهبط الاواعد المسلحة اللي في محيط بير الاسنسير تروح تهبط الاواعد المسلحة والسميلات طبعا اللي في محيط بير الاسنسير عشان تحافظ على الحتة دي وده حتة المعمارية او ميكانيكية تعالوا بقى نشوف اخر حاجة طريقة استلام حدادة السميلات احنا قلنا الكلام ده كل ده ذكرناه قبل كده هنقره بسرعة مع بعضين اولا تستلم عدد واقطار اسياق الحديد كما هو مباين بالرسومات المعتمد هتطلق مثلا 6.16 علوي حديد معلق وحديد سوفلي يبقى تستلم 6.16 عدد السياق 6 والقطر بتاعك يبقى 16 ملي مش 12 ملي مثلا التأكد من ان حديد السميلات يتخطى الاعمدة بالكامل وزي ما قلت لكم في حديد ممكن نعديه الاعمدة وممكن نخليه يروح ممكن نخليه لا hour map وgaryثم وضع فضل التأكد ان حديد lottery يمرì بالكامل مداخل أشائر الاعمدة يمر بالكامل من داخل أشائر الأعمدة انا نزوج حديدة سميل خارج اشائر الاعمدة رقم 3 ート apartment رقم 3 الرقم 4 التأكد من ان حديد السميل السنوي يمر فوق حديد السمال الرئيسي أو السميل الطاويل فوق السميل القصير التأكد من ان ان اشاير الاعمدة فوق الحديد السمل بالتأكد يقوم تحت اشاير الاعمدة استلام الوصلات في أماكنها كما تم ذكرها وكذلك استلام أطولها باستين الفيع واستلام تقسط اللسياخ سواء تقسط الكنات المسافة بين الكنات أو اللسياخ نفسها بينهم مسافة معينة انت فاهمني عشان التعشيش التأكد من وجود كان عشان شكل 2 متر التأكد من عدد الكهنات كما في الرسومات المعتمد 6 متر يبقى 6 متر في التكسيف يبقى 8 متر التأكد من رأسية الكهنات كانت تبقى واقفة تماما كده مش كان ميلة كده وكان عاملة كده التأكد من أن قفل الكهنات أبادلي مرة هنا ومرة هنا زي ما شفنا مع بعضين التأكد من وجود بسكوت للحدادة اللي هو عشان تعمل القفر بتاعه التأكد من استمرار كهنات الأعمدة داخل الأواعد والسملات كانت الأعمدة هي اللي بتكمل وكانت السملات بتقف كانت الأعمدة بتكمل كانت الأعمدة بتحتك بتكمل من أول القعدة من تحت لحد فوق وكانت السملات هي اللي بتقف احفظوها كده دائما وأبدا كانت الأعمدة هي اللي بتكمل التأكد من استمرار كانت الأعمدة داخل الأواعد والسملات التأكد من وجود مخدة في السملات الطويلة سواء مخدة مسلحة أو مخدة عادية زي ما احنا قلناها من شوية كانت الأواعد والسملات و حدادة و انغارة و كل حاجة ان شاء الله هنتكلم في المحاضرة الجاية عن أواعد الغار أواعد الغار وهنتكلم عن الشددات تابعوني شكرا و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته